في الصفحة الثالثة والستين بعد الثلاثمائة من المصدر نفسه من كمال الدين وتمام النعمة إنه الحديث السادس عشر بسنده بسند الصدوق عن محمد بن مسلم الثقفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول القائم منا منصور بالرعب مؤيد بالنصر تطوى له الأرض وتظهر له الكنوس وتظهر أو وتظهر له الكنوس المعنى واحد إمامنا الباقر كما يحدثنا محمد بن مسلم القائم منا منصور بالرعب المراد من الرعب هنا ما يقارب في أيامنا هذه في الحروب ما يقال له الحرب النفسية لكن الرواية هنا تتحدث عن حالة رعب حقيقية ستهيمن على أعداء إمام زماننا فعينما يتحرك صاحب الأمر بجيشه إلى جهة من الجهات فإن الرعب سينتشر في تلك الجهة قبل وصول الإمام بمدة زمانية قد تكون طويلة في بعض الأحيان القائم منا منصور بالرعب مؤيد بالنصر فليس له من راية تنتكس راياته ستبقى خفاقة وستكون رايته منتصرة في كل حال من أحوالها هكذا أخبرونا وحدثونا صلوات الله عليهم القائم منا منصور بالرعب مؤيد بالنصر تطوى له الأرض قد يقول قائل من أن المراد من هذه العبارة تطوى له الأرض من أن الإمام سيستعمل وسائل نقل سريعة جدا لكن الرواية واضحة فالحديث هنا عن طي الأرض كما قلت لكم أنصار الإمام على مراتب فهناك من أنصار الإمام من هو قادر على الطيران في الفضاء وأن يصل إلى المواضع وإلى البقاع التي ما وصل إليها أحد إلى زمان الظهور منذ زمان أبينا آدم وإلى زمان الظهور حينما أتحدث عن أن بعض أنصار الإمام سيكونون قادرين على الطيران لا أتحدث أنهم يستعملون وسائل الطيران إنما يطيرون بأنفسهم وهناك من أنصار إمام زماننا يسيرون على الماء و و و حديثي هنا عن قوات النخبة ليس كل الذين هم في جيش الإمام يمتلكون هذه القدرات هذه القدرات تمتلكها النخبة فالمراد من طي الأرض هو أن بعض أنصار الإمام سينتقلون انتقالة سريعة من هذه النقطة على الأرض إلى نقطة أخرى عبر طي الأرض وليس الحديث هنا عن وسائل نقل سريعة القائم من منصور بالرعب مؤيد بالنصر تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز المراد من الكنوز هنا كنوز الأرض ليس كنوزا دفنها الإنسان قد يكون هناك من الكنوز التي دفنها الإنسان إلا أن الرواية ليست ناظرة إلى هذا إنها كنوز ما خلقه الله في باطن هذه الأرض القائم من منصور بالرعب مؤيد بالنصر تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز يبلغ سلطانه المشرق والمغرب المشرق والمغرب في الأرض والمشرق والمغرب في سماء الدنيا ويظهر ويظهر الله عز وجل به دينه على الدين كله ولو كره المشركون هذه بعثة نبينا صلى الله عليه وآله التي تتجلى عند قيام القائم مقدمة لتجلي بعثة النبي الأعظم في أتم صورها وفي أرقى مراقها في عصر الدولة المحمدية العظمى التي تكون في آخر عصر الرجع القائم منا منصور بالرعب معيد بالنصر تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز يبلغ سلطانه المشرق والمغرب ويظهر الله عز وجل به دينه على الدين كله ولو كره المشركون فلا يبقى في الأرض خراب إلا قد عمر الأرض التي تفتقر إلى الماء أرض خراب والأرض التي يتوفر لها الماء لكنها ليست مزروعة أرض خراب الأرض التي تكثر فيها الخرائب أرض خراب والأرض التي يحتاج الناس فيها أن ينشر البناء في أنحائها وأحنائها فهي أرض خراب بحاجة إلى عمران فلا يبقى في الأرض خراب إلا قد عمر وينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلي خلف يصلي خلف قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه هناك حاجة لوجود عيسى المسيح في تطبيق البرنامج المهدوي لأن عيسى المسيح سيكون حجة على النصارى وعلى اليهود وهؤلاء هم حكام العالم نذهب إلى فاصل عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت في ذاك متى هذا الأمر الذي تنتظرون فقد طال فقال يا مهزم كذب الوقات وهلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصيرون عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهبن أن تكذب فلسنا نوقت لأحد وقتا فلا يبقى في الأرض خراب إلا قد عمر وينزل وينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلي خلفه كي يثبت للنصارى ولليهود ولسائر الأمم من أن الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو هذا وهذا الذي يصلي خلفه عيسى المسيح حينئذ ستتضح الحقيقة تتضح الحقيقة أمام اليهود وأمام النصارى أتحدث عن اليهود بكل طوائفهم وعن النصارى بكل طوائفهم وأتحدث عن المسلمين أيضا بكل طوائفهم ستكون الحقيقة واضحة وجلية فها هو عيسى بن مريم ينزل من السماء وبمرأة ومسمع من الخلائق أمام أعينهم الإعلام سينقل ذلك نقلا مباشرا ها هو عيسى المسيح مثل ما جاء وصفه أتحدث عن وصف ثيابه وعن وصف نعاله وعن وصف شعر رأسه وعن وصف حسن وجهه وعن وعن ها هو ينزل أمام أعين الناس ووسائل الإعلام تنقل ذلك نقلا مباشرا إنه عيسى المسيح الذي ينتظره المسيحيون ها هي الحجة الواضحة تقوم على الجميع وها هو المسيح يقف مأموما وراء إمامنا يصلي خلف الحجة ابن الحسن لأجل أن يبين للناس من أن خليفة الله الذي استخلفه على الأرض استخلافا حقيقيا هو هذا استخلاف الأنبياء السابقين واستخلاف أوصيائهم واستخلاف الأمم الصالحة فيما مر فيما مر من الزمان كان استخلافا ثانويا استخلافا ثانويا استخلاف الرئيس الاستخلاف الأولي الاستخلاف الحقيقي هو هذا هذا خليفة الله وَلِذَا قُلْبَى قُلْدُوَ يَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَتَى يَخْرُجُ قَائِمُكُمْ محمد ابن مسلم بعد أن بيّن له إمامنا الباقر ما بيّن من المضامين التي أشرت إليها يسأل إمامنا الباقر فيقول يا ابن رسول الله متى يخرج قائمكم إمامنا الباخر يحدث محمد بن مسلم ويحدثنا نحن أيضا فيقول إذا تشبه الرجال بالنساء وهذا يجري في عصرنا بنحو يكون أكثر بالقياس إلى العصور السابقة أن يتشبه الرجال بالنساء هذا موجود في كل عصر في كل الأزمنة المتقدمة لكن في زماننا صار واضحا وواضحا جدا وصار لدينا الأنواع الكثيرة من تشبه الرجال بالنساء هناك تشبه بالملابس والشعر والمكياج هناك تشبه بالطبيعة الجسدية والحالة الأنثوية التي تكون خنثوية عند هؤلاء الرجال الذين يتشبهون بالنساء وقد تصل الحالة إلى أن يغير الرجل حالته الجنسية وحتى هذا الأمر على مراتب على درجات هناك تغيير جزئي وهناك تغيير كلي كامل إذا تشبه الرجال بالنساء لا نستطيع أن نحصر درجات التشبه هذه وإنما ذكرت لكم أمثلة كما قلت قبل قليل من أن تشبه الرجال بالنساء كان موجودا في الأزمنة السابقة لكن الذي يجري في زماننا يختلف اختلافا كاملا عما مر في الأزمنة الماضية من تشبه الرجال بالنساء إنه زماننا وكلما تقدمنا كلما زاد الأمر سوءا إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال والأمر هو هو فإن تشبه النساء بالرجال قد يكون بالملابس وتصفيف الشعر والمكياج وأمثال ذلك وقد يكون بتقمص الشخصية الذكورية وقد يكون بتغيير الطبيعة الجنسية فالمرأة تتحول إلى رجل وقد يكون وقد يكون هذا الأمر لم يكن متوفرا في العصور السابقة مثل ما هو متوفر ومتاح للجميع في أيامنا هذه إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وهناك ما هو الأقبح واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء إنه الاكتفاء الجنسي والاكتفاء العاطفي والاكتفاء الاجتماعي في داخل البيوت فتكتفي مرأة بمرأة ويكتفي رجل برجل ويغار هذا الرجل على صاحبه وتغار المرأة على صاحبتها إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وركب ذوات الفروج السروج هذا تعبير كنائي وإلا ففي الأزمنة السابقة كانت النساء تركب على السروج لا أتحدث عن كل النساء ولا أتحدث عن أكثر النساء لكن نساء الملوك ونساء الأمراء الملكات الأميرات النساء يريد يريد الإمام أن يقول من أن النساء ستشارك الرجال في كل شيء من أن النساء ستقود المعارك من أن النساء ستقود الجيوش في الدولة الفلانية وزارة الدفاع تقودها امرأة في المجموعة العسكرية من الجيش الفلاني تقودها امرأة قوات الطيران التابعة للجيش الكذائي تترأسها امرأة وهكذا ملكات رئيسات للوزراء وزيرات و هذا هو المراد من أن ذوات الفروج تركب السروج من أن النساء يصبحن قائدات وزعيمات وسيدات للمجتمع الرجال والنساء على حد سواء هذا هو الذي يجري في زماننا وفي أيامنا هذه العلامات نراها أمام أعيننا إذا تشبه الرجال بالنساء ادخلوا إلى الإنترنت وابحثوا عن هذه الموضوعات ستجدون عجبة إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وركب ذوات الفروج السروج وقبلت شهادات الزور وردت شهادات العدول ما هو هذا الذي يجري على أرض الواقع وقبلت شهادات الزور قد يراد من هذا في المحاكم مثلا وردت شهادات العدول قد يراد من هذا في المحاكم أيضا لكن العبائر لا تتحدث عن الأمثلة هذه إنما هو واقع الحياة الأكاذيب هي التي تصدق والحقائق الصادقة هي التي يعرض الناس عنها هذا هو الذي يجري في الواقع البشري الإعلام ماذا يفعل بنا الإعلام يصغر الأشياء الكبيرة ونصدق من أنها صغيرة مع أننا نراها كبيرة ويكبر لنا الأشياء الصغيرة ونصدق من أنها كبيرة مع أننا نراها صغيرة يصف الكذب بالصدق ويصف الصدق بالكذب ونحن نقبل ذلك يحدثنا عن البضائع المضرة من أنها من أفضل البضائع نجربها ونرى ضررها ومع ذلك نصدق الإعلانات والدعايات الإعلام يفعل ما يفعل بنا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي والأنكى من ذلك على المستوى الثقافي والأخطر من كل ما ذكرت حينما تقبل شهادات الزور في أجواء الدين وترد شهادات العدول العدول هم الصادقون هم الأمناء وهذا هو الذي يجري في واقعنا مراجع حوزة الطوسي الذين يدعون زورا من أنهم نواب لصحب الزمان يقبل كلامه ورواة الحديث الذين هم الأمناء على دين الله الأمناء على حديث رسول الله وآل رسول الله الأمناء على دين الشيعة وعقيدة الشيعة يكذبون ويخونون هذا هو الذي يجري على أرض الواقع وهذا أخطر شيء بالنسبة للشيعة حينما يقبل كلام المزورين ويرفض كلام الصادقين وقبلت شهادات الزور وردت شهادات العدول أئمتنا وعدونا من أنهم سيوفرون لشيعتهم عدولا ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين لكن الشيعة لا يصدقونه إما أن يصدقوا الغلاة الأنجاس من الخطابيين وغيرهم وإما أن يصدقوا الطوسيين البتريين المرجئيين هذا هو الذي يجري على أرض الواقع وإما أن يأخذوا دينهم إلى القطبيين واقعنا الشيعي بشكل واضح منذ خمسينيات القرن الماضي وهو يجري على هذه الوتيرة وهو يرسم بهذه الصورة وهذه الصورة جذورها وأصولها تعود إلى سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجاف النتائج النتائج هذه هي تقبل شهادات الزور وترد شهادات العدول الذين ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْضَحَ بِأَئِمَّةِ الْهُدَى من أهل بيت نبينا عن دينه وأبلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن يناديع علمه فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعلمه وألبسه الله تاج الوقاع وغشاه من نور الجبار يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته لزال لزال إمامنا الباقر صلوات الله عليه مستمرا في الحديث حيث يقول واستخفى الناس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا لا يعني أن الأمر محصور بهذه العناوين لكن العناوين التي أشار إليها إمامنا الباقر هي من أخطر العناوين واستخفى الناس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم ويستمر إمامنا الباقر حيث يقول مبينا العلامات المهمة التي تضع الجواب مقربا بين يدي السائل وهو محمد بن مسلم حينما سأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يا ابن رسول الله متى يخرج قائمكم فقال إذا تشبه الرجال بالنساء إلى أن وصلنا إلى هنا واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم وماذا بعد وخروج السفياني من الشام واليماني من اليمن هذه العلائم التي بدأت تقترب شيئا فشيئا من وقت يوم الخلاص ماذا يعني هذا فما ذكره إمامنا الباقر حين قال إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال إلى أن قال واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم هذا يعني أن واقع الحياة سيكون ملونا بهذه الألوان متى في الزمن الملاصق لفترة العلامات القريبة فالإمام بعد أن ذكر ما ذكر واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم وخروج السفياني من الشام واليماني من اليمن الكلام واضح السفياني يخرج من الشام اليماني يخرج من اليمن فمثلما هناك أمر واضح من أن السفيانية سيخرج من دمشق من سوريا بدايته من الوادي اليابس لكن عاصمته دمشق السفياني شامي سوري دمشقي بداية خروجه من الوادي اليابس كذاك هو اليماني من اليمن العبارة واضحة فهؤلاء الذين يقولون من أن اليمانية يخرج من مكان آخر ليس على صوابه وخروج السفياني من الشام واليماني من اليمن مثلما يخرج السفياني من الشام يخرج اليماني من اليمن وفي الروايات فإن خروجهما في يوم واحد في شهر واحد في سنة واحدة في سنة رجب العلامات وفي شهر رجب العلامات وفي الأيام الأولى من شهر رجب العلامات يخرج السفياني في الشام ويخرج اليماني في اليمن لماذا استعمل الإمام الحرف من وخروج السفياني من الشام واليماني من اليمن إنهما يتحركان باتجاه العراق الإمام هنا حين يتحدث عن السفياني وعن اليماني هو لا يتحدث عن خروج السفياني في الشام حينما تبدأ حركته في مواجهة الأبقع والأصهب وبعد ذلك يستولي على منبر دمشق وكذا الحال بالنسبة لليماني الإمام الباقر هنا يتحدث عن حركته باتجاه العراق فالسفياني يتحرك باتجاه العراق من الشام واليماني يتحرك باتجاه العراق من اليمن وخروج السفياني من الشام واليماني من اليمن وخسف بالبيداء الترتيب هنا ما هو بترتيب عددي رياضي هندسي وإنما هو ذكر للعلامات المهمة خسف البيداء هذه العلامة ستكون مقارنة لظهور الإمام فإن خبر جيش الخسف سيصل إلى الإمام والإمام في مكة والإمام واقف ما بين الركن والمقام فإن الخسف يحدث في تلك الفترة وخسف بالبيداء إنه خسف بجيش السفياني في بيداء المدينة وقتل غلام من آل محمد صلوات الله عليهم بين الركن والمقام إنه النفس الزكية الذي سيقتل في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحج وهو مبعوث من قبل الإمام الحجة إلى أهل مكة وإلى الذين في البيت الحرام من الحجاج وغيرهم كي يقيم الحجة عليهم لكنهم يبادرون إلى قتله وقتل غلام من آل محمد بين الركن والمقام اسمه محمد ابن الحسن النفس الزكية وجاءت صيحة من السماء إنها الصيحة في شهر رمضان قلت لكم فإن ذكر الأحداث هنا ليس على وجه الترتيب إلا أن نقول من أن الإمام ذكرها مرتبة بحسب الزمان لكن الذين نقلوا الرواية عن محمد بن مسلم قدموا وآخروا وإن كان التقديم والتأخير في ذكر العلامات موجودا في الكثير من الروايات والأحاديث وسبب التقديم والتأخير راجع إلى الحيثية التي نظر إليها الإمام حين تفهيمه للمتلقي للذي يستمع إليه وجاءت صيحة من السماء إنها الصيحة في شهر رمضان في صبيحة يوم الجمعة في صبيحة يوم الثالث والعشرين من شهر رمضان وجاءت صيحة من السماء بأن الحق فيه في الحجة بن الحسن وفي شيعته فعند ذلك خروج قائمنا فعند ذلك ليس عند الصيحة وإنما عند تحقق هذه العلامات من قول الإمام إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال إلى قول الإمام وجاءت صيحة من السماء بأن الحق فيه في الحجة بن الحسن وفي شيعته فعند ذلك خروج قائمنا فإذا خرج فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة واجتمع إليه ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا وأول ما ينطق به هذه الآية بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ثم يقول أنا بقية الله في أرضه البقية هو ما بقية من شيء عزيز وكان في غاية العزة هذه هي البقية فهذه البقية هي بقية من شيء عزيز وهذه البقية في غاية العزة ثم يقول أنا بقية الله في أرضه وخليفته مثل ما بيّنت لكم قبل قليل من أنه الخليفة الحقيقي الذي سيصلي خلفه عيسى أنا بقية الله في أرضه وخليفته وحجته عليكم فلا يسلم عليه مسلم إلا قال السلام عليك يا بقية الله في أرضه لهذا في أكثر سلام على الإمام في برامج أسلم عليه بهذا الإسم السلام عليك يا بقية الله فهذا هو الإسم الذي سنخاطبه به عند ظهوره الشريف وهكذا نسلم عليه فلا يسلم عليه مسلم إلا قال السلام عليك يا بقية الله في أرضه فإذا اجتمع إليه العقد العقد عنوان لمجموعة من جيشه مثلما هناك النخبة ثلاثمائة وثلاثة عشر رجل هناك العقد فإذا اجتمع إليه العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج خرج الإمام هناك النخبة ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا وهناك العقد فإذا اجتمع إليه العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج خرج الإمام فلا يبقى في الأرض معبود دون الله عز وجل من صنم ووثن وغيره وغيره من الحيوانات من الكائنات البشرية إلا وقعت فيه نار فاحترق هذه علامة أخرى من علائم ظهوره التي تقارن ظهوره الشريف فلا يبقى في الأرض معبود دون الله عز وجل من صنم ووثن وغيره إلا وقعت فيه نار فاحترق وذلك بعد غيبة طويلة بعد الغيبة الثانية ليعلم الله من يطيعه بالغيب ويؤمن به كل هذا يجري والغيبة طويلة والفتن شديدة والامتحانات عشيرة كل هذا يجري لماذا فهذه اللام لام التعليل ليعلم الله من يطيعه بالغيب ويؤمن به قطعاً هذا المضمون ذكره الإمام بشكل إجمالي تفصيل القول فيه يحتاج إلى وقت طويل هذه مجموعة ثمار جنية وضعتها لكم في هذا الطبق إنه طبقنا الثاني من أطباق مائدة القمر الطبق المتقدم كان طبق يوم الخلاص وطبق اليوم طبق الثمار الجنية هذه ثمار جنية جنيتها واقتطفتها لكم من الثمار القدسية التي فاضت بها شفاه محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خلاصة القول في كل ما عرضته الروايات والأحاديث هناك أمر مطلوب منا أن نكون في مقام التمهيد والعمل مثل ما مر علينا في رواية أبي خالد الكابلي عن إمامنا السجادي من أن الغيبة تكون عند أولئك المخلصين بمنزلة المشاهدة وهذا لا يتحقق إلا بالعمل المتواصل والتمهيد الصادق والوفاء ببيعة الغدير وكل ذلك له مقدمة مقدمة كل ذلك العقيدة السليمة علينا أن نحصل العقيدة السليمة فهي جوازنا للعمل في التمهيد وفي التقديم وفي التعجيل وفي خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذه النقطة الأولى العمل 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 النقطة الثانية الروايات تحدثنا عن حال الناس وعن واقع المجتمعات وعن الذي يجري وسيجري في الزمان القريب من عصر ظهور إمام زماننا إننا نتلمس ونحن نقرأ تلك الأحاديث أن جانباً كبيراً منها قد تحقق على أرض الواقع وها نحن نعايشه ونراه بأم أعيننا كل هذا يجعل عندنا أملاً واسعاً وكبيراً وأكيداً من أننا في زمان قريب من ظهوره صلوات الله عليه فإن لم ندرك أيامه العظيمة نسعى إلى أن نكون من الموفقين لخدمته في التمهيد لمشروعه هذا هو العصير النقي الصافي المستخلص من كل الثمار الجنية التي جنيتها وقطفتها ووضعتها لكم في هذا الطبق الفاخر من أطباق مائدة القمر قبل أن أودعكم فإنني مذكركم بالبرنامج الذهبي البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبي طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك إن كنت راغباً في إمامك نلتقي غداً إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله